انظم القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين ندوة حوارية تعنى بحق الملكية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية المعاصرة لمناقشة ما يتعلق بهذا الموضوع من قضايا شهدها العراق مؤخرا بحضور باحثين وأكاديميين وحقوقيين وناشطين سياسيين وإعلاميين وشيوخ عشائر وجمع من أبناء الجارية العراقية في الأردن حياكم الله وبياكم في هذه الندوة التي يعقدها القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين والتي خصصت للحديث عن حق الملكية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية المعاصرة وتضمنت الورقة البحثية للدكتور عماد الجبوري المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بهذا الحق الإنساني الذي كفلته الشريعة وقررت بشأنه أحكاما ورتبت عقوبات على الإخلال به وهنا نأتي إلى أقسام الملك بحسب الاعتبارات فالملك له اعتبارات متعددة فهو يقسم باعتبار حقيقته أو باعتبار المحل إلى ملك تام وملك ناقص وباعتبار المستفيد منه إما ملك عام أو ملك خاص وباعتبار السبب إما ملك اختياري أو ملك جبري ونبدأ بالنوع الأول باعتبار المحل أو باعتبار الحقيقة فهو إما ملك تام أو ملك ناقص ويقسمه بعض الفقهاء إلى أربعة أنواع فيقول إما ملك عين ومنفعة أو ملك عين بلا منفعة أو ملك منفعة بلا عين أو ملك انتفاع من غير ملك المنفعة والغصب لغة هو أخذ الشيء ظلما وقهرا واصطلاحا عرفه بعض العلماء بأنه إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال حكم التكليفي الغصب حرام إذا فعله الغاصب عن علم لأنه معصية وقد ثبت تحريمه بالقرآن والسنة والإجماع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والسنة النبوية المطهرة لا يحل مال مرئ مسلم إلا بطيب نفسه فيما تضمنت الورقة البحثية الثانية للدكتور نيزار السام الرائي الاهتمام بحقيقة الملكية في القوانين الوضعية المعاصرة مبينا أن التملك نزعة إنسانية ثابتة في النفوس وأن ما جرى في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003 أمر لا يستند على أساس قانوني وإنما هو سلسلة من إجراءات انتقامية هذا أمر وقع فعلا وشمل 4347 مواطنا عراقيا يمكن أن تكون لبعضهم جنايات ولكن من هو الذي يقرر محاسبة هؤلاء لا أريد أن أتحاكم مع قوانين خارجية ولكن سأذهب إلى القوانين التي شرعها المحتلون أنفسهم وشرعتها العملية السياسية نفسها دستور عام 2005 يقول في مادته الثلاثة وعشرين أولا الملكية الخاصة مصرونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرب بها في حدود القانون إذن هذه الملكية المصانة كيف يمكن أن تخضع لقانون خارج الدستور أنا أعتقد بأن الاعتداء على ملكية المواطنين يعتبر إن كانت هذه السلطة تحترم دستورها الذي شرعت اعتداء على هذا الدستور وشهدت الندوة مداخلات ونقاشات وتساؤلات أدلا بها عدد من الحاضرين بمختلف تخصصاتهم وخلصت الندوة إلى أهمية الحفاظ على ما يمتلكه الفرد من شتى أنواع الملكيات والدفاع عنها ودور الشريعة والقائمين عليها في صيانة هذا الحق والتحذير من التفريط فيه والتحذير من التفريط فيه